السلام عليكم يعطيكم العافية أنا الأستاذ نور إدريس إن شاء الله اليوم رح نحكي عن درس التوزيع الطبيعي لطلاب التوجيه الأدبي بداية التوزيع الطبيعي هو عبارة عن توزيع وسط الحساب بالنسبة إلى سفر انحراف المعيار واحد المتغير العشوائي فيه هو عبارة عن العلام المعيارية بالنسبة إننا في درس التوزيع الطبيعي في عندي قواعد مهمة للحل بداية القاعدة الأولى بتحكي لنا لامزين أقل من أو تساوي ألف طبعا ألف هاي قيمة بتكون معطاة بالسؤال بقول لي هاي بنجدها مباشرة من الجدول طبعا عشان نكون عارفين في عنا في الكتاب بصفحة 278 في عنا جدول التوزيع الطبيعي هذا الجدول لامزين أقل من أو تساوي ألف أي قيمة لألف هو بعطينا إياها في السؤال عشان نقدر نوجد له احتمالها بنرجع لهذا الجدول بالنسبة إن بقية القواعد إذا كانت على أشكال ثاني مش على صورة لامزين أقل من أو تساوي ألف بدي أستخدم هاي القواعد عشان نحولها على صورة لامزين أقل من أو تساوي ألف طبعا كيف إحنا نستخدم هاي القواعدة في الحل كيف بدنا نوجد من الجدول نشوف كيف في المثال الأول بحكينا عنا في المثال الأول جد قيمة كلا مما يأتي معطيني لامزين أقل من أو تساوي اثنين بالعشرة لو أجينا على الجدول بداية لما يعطينا قيمة عشرية هاي هون عندي ألف بالنسبة لاثنين بالعشرة هاي لاثنين بالعشرة قديش القيمة بتقابلها طبعا بالنسبة لنا خانة المئات 0 2 بال 10 ما في جمهة ولا اي عدد معناته خانة المئات 0 فالعدد اللي بقابله هو عبارة عن 5793 بال 10 فلام الزين اقل من او تساوي 2 بال 10 هي عبارة عن 5793 بال 10 الاف لو اجينا على رقم 2 بحكينا لمزين اقل من او تساوي 1.37 بالمية بداية هون قيم ألف من وجدها بخانتين يعني أنا عندي 1.37 بالمية باجي بحكي الواحد فاصل ثلاث هاي قدرت أولقيها طبعا بدي أوجد السبعة منيجي بنحكي من فوق هاي عندي هون السفر الواحد الاثنين الثلاث الاربعة الخمسة هاي الستة وهي السبعة بالنسبة لي بمعناته 1.37 بالمية هاي 1.3 بظل عندي السبعة بالمية فهي بالنسبة إنها قيمة لامزين أقل من أو تساوي 1.37 بالمية اللي هي عبارة عن 9.147 بالعشر آلاف هي عبارة عن 900 9.147 بالعشر آلاف حسا هون نوجد لامزين أقل من أو تساوي 2.7 هون خانتين خانة قبل الفاصلة وخانة بعد الفاصلة من الجدول هاي هون قيم ألف مباشرة 2.7 بالنسبة إنها هي موجودة طبعا خانة المئات بالنسبة لي السفر فالقيمة بتكون مباشرة هي عبارة عن 9.965 بالعشر آلاف هاي مباشرة الجدول 9.965 بالعشر آلاف هيك أنا بالنسبة لي قدرت أوجد لامزين أقل من أو تساوي ألف أي عدد هون معطينا نياف كان في ثلاث أمثلة وقدرنا نوجدها ونحلها من استخدام الجدول لو أجينا على المسألة رقم أربعة معطينا لامزين أكبر من أو تساوي واحد هون إحنا حكينا من استخدام الجدول مباشرة إذا كانت على صورة لامزين أقل من أو تساوي ألف طب لو كانت أكبر من أو تساوي بقول لي في عندي قاعدة للحل لما تكون احتمالية الزين أكبر من أو تساوي عدد هاي عشان أحولها على صورة لامزين أقل من تساوي عدد دكتب القانون هي عبارة عن واحد ناقص احتمال الزين أقل من أو تساوي ألف بالنسبة أن ألف قيمتها هون واحد فأجيب أحكي واحد ناقص احتمال الزين أقل من أو تساوي واحد هس أننا نوجد احتمالية الزين أقل من أو تساوي واحد باستخدام جدول التوزيع الطبيعي بالنسبة أن الواحد وين موجودة هاي الواحد هاي هون قيمته 8413 بالعشر آلاف فبتصير بالنسبة لنا الحل هو عبارة عن واحد ناقص 8413 بالعشر آلاف طبعا هون بتبقى علينا بس نطرح ذول القيمتين لإيجاد الناتج بالنسبة لنا الواحد ناقص 8413 بالعشر آلاف هاي عشان أطرحها في أمامي خيارين الخيار الأول إما برتب منازل هاي الواحد صحيح منحط أربع أصفار منرتب العدد الثاني تحت الخانات مباشرة بحالة الطرح هون عندي سفر ما بصير أطرح سفر من ثلاث بدنا نستلف هاي عندي عشرة صارت تسعة هون تسعة هون تسعة وهون عشرة فباجي عشرة ناقص ثلاث بالنسبة لنا سبعة تسعة ناقص واحد ثمانية تسعة ناقص أربعة خمسة تسعة ناقص ثمانية واحد فالجواب بالنسبة لنا بطلع وعشان ألف وخمسمية وسبعة وثمانين بالعشر آلاف طب لو دت اطرحها مباشرة هاي واحد ناقص 8413 بالعشر آلاف هون بحط فوقيها عشرة هون تسعة هون تسعة وهون أيضا تسعة هاي الحالة بستخدمها بس لما يكون عندي واحد نجي منحكي الجواب عشرة ناقص ثلاث هاي مباشرة سبعة تسعة ناقص واحد هاي ثمانية 9-4 5-9-8-1 وهي الفاصل العشرية نزلت مكانها فبالنسبة اننا احتمال لام الزين اكبر من او تساوي 1 الجواب بالنسبة اننا هو عبارة عن 1587 بالعشر آلاف نيجي على المسألة اللي بعديها معطينا لام الزين رقم 6 لام الزين اكبر من او تساوي 1.3 بالعشر بداية قلنا بدنا نستخدم القانون لما يعطينا لام الزين اكبر من او يساوي عدد هي عبارة عن 1 ناقص لام الزين اقل من او تساوي هذا العدد فهاي جوابها بالنسبة اللي بيكون عبارة عن 1 ناقص لام الزين اقل من او تساوي 1.3 هس هون لام الزين اقل من او تساوي 1.3 زي ما حكينا اصغر من او تساوي من الجدول مباشرة ان نوجدها ال 1.3 بالنسبة لي هاي ال 1.3 هاي قيمتها جنبها مباشرة نجي منحكي عبارة عن الواحد ناقص 9032 بالعشر آلاف 9032 بالعشر آلاف وقلنا هنا عشان نقدر نترحها بس برتب هنا بحكي عشرة هاي تسعة وهي تسعة وهي تسعة بالنسبيلي 10 ناقص 2 بالنسبي ان الجواب 8 9 ناقص 3 6 تسعة ناقص 0 هاي 9 9 ناقص 9 وهي سفر وهي الفاصل العشرية مكانها معناته لام الزين أكبر من أو تساوي 1.3 بالنسبة أنه جوابها عبارة عن 968 بالعشر آلاف وهيك أنا قدرت أحلها باستخدام القواعد لو أجينا على فرع سبعة معطينا لام الزين لام الزين أكبر من أو تساوي سالب 1.2 بالعشر بالنسبة أن على القواعد اللي إحنا شايفينها أمامنا ليس لازم يكون هنا ألف قيمتها سالبة حتى أيضا بالجدول لو اطلعنا على الجدول قيم ألف كلها بتكون موجبة معناته أيضا عندي مشكلة ثانية لما يكون عندي هون قيمة العدد سالبة بدي أستخدم أحد القواعد عشان نقدر إنحلها بحكي لنا لما يكون لام الزين أكبر من أو تساوي سالب ألف زي ما احنا شايفين هاي لام الزين أكبر من أو تساوي سالب 1.2 بالعشر جوابها عشان نقدر أحلها باستخدام القواعدة هي عبارة عن لام الزين بدل أكبر أو تساوي هاي أصغر أو تساوي وبأخذ العدد بدون إشارة هاي 1.2 معناته بالنسبة لنا لام الزين أكبر من أو تساوي سالب 1.2 هو نفسه لام الزين أقل من أو تساوي 1.2 بالعشر هيك أنا قدرت أحولها لقيمة بقدر أوجدها من الجدول مباشرة بالنسبة لنا 1.2 بالعشر هاي بالنسبة لنا الجدول هاي عندي هون 1.2 بالعشر قيمتها عبارة عن 8,849 بالعشر آلاف وهيك احنا بالنسبة لنا وجدنا لام الزين أكبر من أو تساوي سالب 1.2 بالعشر طبعا هذول القواعد الحل جدا مهمات لازم نكون حفظينهم عشان نقدر نطبق عليهم ونوجد الجواب لو أجينا على رقم ثمانية رقم ثمانية معطينا لام الزين أكبر من أو تساوي سالب 1.9 حكينا باستخدام القواعدة الحل بيكون بالنسبة لنا هاي لام الزين أكبر من أو تساوي سالب 1.9 هي نفسها لام الزين بدل أكبر من أو تساوي هحطينا أصغر من أو تساوي وبنأخذ القيمة بدون إشارة هاي الواحد فاصل تسع بيظل علينا إيجاد لام الزين أقل من أو تساوي 1.9 بالعشر قلنا بنسجدها عن طريق الجدول مباشرة هاي بالنسبة للواحد فاصل تسع بالعشر قيمتها كانت 9713 بالعشر آلاف فالجواب بالنسبة لنا هو عبارة عن 9713 بالعشر آلاف وهيك أنا بكوني قدرت أوجد لام الزين أكبر من أو تساوي سالب 1.9 بالعشر لو أجينا على مسألة رقم 9 في سؤال رقم 9 طالب مننا لام الزين أقل من أو تساوي سالب 8 بالعشر طب هون صارت عندي لام الزين أقل من أو تساوي سالب العدد هون باستخدام القاعدة باجي بحكي هي نفسها عبارة عن لام الزين أكبر من أو تساوي هذا العدد فبالنسبة لنا في المسألة رقم 9 لام الزين أصغر من أو تساوي سالب 8 بالعشر رح تصير هي عبارة عن لام الزين أكبر من أو تساوي 8 بالعشر يعني بالنسبة لي وظيفة الإشارة السالبة تعكس لي إشارة المتباينة هون كانت بالنسبة لنا سالب 1.9 هاي الإشارة السالبة شو عملت عكست لي إشارة المتباينة فصارت بالنسبة لي لام الزين أقل من أو تساوي 1.9 وحكينا هاي من الجدول مباشرة من وجدها هون باجي بحكي هاي لام الزين عندي إشارة سهلة بعكس كانت الزين أكبر من أو تساوي صارت أصغر من أو تساوي 1.2 ووجدناها من الجدول مباشرة هون أيضا الإشارة السهلة بشو عملت لي عكست لي إشارة تباين كانت أقل من أو تساوي صارت أكبر من أو تساوي وزي ما حكينا بالنسبة لنا لام الزين أكبر من أو تساوي ثمانية بالعشرة عشان اقدر اوجدها لامزين اكبر من او تساوي اي عدد بالنسبة لي هي عبارة عن الواحد ناقص لامزين اقل من او تساوي ثمانية بالعشرة معناته انا لو حفظت بس انه لامزين اقل من او تساوي الف هيدا وجدها من الجدول مباشرة لامزين اكبر من او تساوي الف هي عبارة عن واحد ناقص لامزين اقل من او تساوي الف هون بنقدر نوجدها مباشرة من الجدول واكون عارف عندي إشارة سالبة بعكس إشارة المتباينة كانت أكبر من أو تساوي صارت أقل من أو تساوي كانت هون أقل من أو تساوي ده تصير بالنسبة لنا أكبر أو تساوي هون نكمل الحل بالنسبة لنا في المسألة رقم 9 حكينا لامزين أقل من أو تساوي سالبة 8 بالعشرة نعيد هي عبارة عن لامزين الإشارة السالبة عكست للإشارة التباين صارت أكبر من أو تساوي 8 بالعشرة بالنسبة له هي عبارة عن 1 ناقص لا مزين أقل من أو تساوي 8 بالعشرة هس هنا نوجد احتمال الثمانية بالعشرة بالنسبة أن هاي الثمانية بالعشرة بالجدول بدي أوجد قيمتها هي عبارة عن 7881 بالعشر آلاف فصار عندي الجواب 1 ناقص هي 7881 بالعشر آلاف وحكينا 1 ناقص أي عدد عشري هون برتب هاي عندي هون عشرة هاي 9 هاي 9 هاي 9 نطرح 10 ناقص واحد عبارة عن 9 9 ناقص 8 هاي 1 9 ناقص 8 واحد 9 ناقص 7 اثنين وهي الفاصل العشرية نزلت مكانها وهيك احنا منكون حلينا هاد المثال نيجي نكمل في مسألة 10 معطيني لام الزين أقل من أو تساوي سالب 5 بالعشرة حكينا الإشارة السالبة بس بتعكس لي الإشارة المتباين هاي لام الزين كانت أصغر من أو تساوي صارت أكبر من أو تساوي 5 بالعشرة قلنا بما إنها هي عبارة عن أكبر من أو تساوي 5 بالعشرة ما بقدر أوجدها مباشرة من الجدول فباجي باستخدام القانون هي عبارة عن 1 ناقص لام الزين أقل من أو تساوي 5 بالعشرة هون عشان نقدر نحلها هاي بالنسبة لنا 1 ناقص لام الزين أقل من أو تساوي 5 بالعشرة بدنا نوجد قيمة الخمسة بالعشرة من الجدول هاي بالنسبة للجدول هاي هون عندي الخمسة بالعشرة قيمتها 6915 بالعشر آلا فبيصير بالنسبة لنا الجواب واحد ناقص هاي 6915 بالعشر آلا قلنا عند عملية الطرح بس هاي برتب هاي العشرة هاي هون تسعة هاي تسعة هاي تسعة نطرح عشرة ناقص خمسة خمسة تسعة ناقص واحد ثمانية تسعة ناقص تسعة سفر تسعة ناقص ستة ثلاث وهي الفاصل العشرية نزلت مكانها وهي كنحن نكون بهاي الطريقة وجدنا لام الزين أقل من أو تساوي سالب 5 بالعشرة باستخدام القواعد نيجي نحكي عن آخر قاعدة مهمة بالنسبة لنا لما يكون عندنا لام الزين بالنسبة لي محصورة بين قيمتين بين ألف وبين با محصورة بين عددين طبعا دائما رح يكون ألف بالنسبة لي هو عبارة عن العدد الأصغر وبا هو عبارة عن العدد الأكبر هون رح يكون بالنسبة لي هون العدد الصغير وهون بالنسبة لي العدد الكبير هاي القاعدة بتحكي لنا لام الزين أكبر من أو تساوي ألف أصغر من أو تساوي با هي عبارة عن باجي بحكي هاي لام الزين أصغر من أو تساوي ناقص لام الزين أصغر من أو تساوي بحط بالأول العدد الكبير ناقص العدد الصغير فالقاعدة بتحكي لنا لام الزين لما تكون محصورة بين عددين بين ألف وبين با هي عبارة عن لام الزين أقل من أو تساوي با ناقص لام الزين أقل من أو تساوي ألف نشوف كيف نستخدم هذه القاعدة في حل المسألة الموجودة عندنا عندنا في المسألة رقم 11 معطينا لام الزين أكبر من أو تساوي 1.2 بالعشرة أقل من أو تساوي 1.8 بالعشرة باستخدام القاعدة مباشرة بكتب هاي لام الزين أقل من أو تساوي هاي ناقص لام الزين أقل من أو تساوي هاي العدد الكبير 1.8 في البداية العدد الصغير 1.2 حطينا هسه بظل علينا بس نوجد قيم لامزين اقل من او تساوي 1.8 من الجدول ولامزين اقل من او تساوي 1.2 من الجدول مباشرة بالنسبة لنا ال 1.8 هاي ال 1.8 قيمتها عبارة عن 9641 بالعشر الاف هاي بالنسبة لي 9641 بالعشر الاف ناقص لامزين اقل من او تساوي 1.2 بالعشرة بالنسبة لنا ال 1.2 بالعشرة هاي 1.2 بالعشرة قيمتها عبارة عن 8849 بالعشر الاف بتبقى علينا فقط طرح هذول القيمتها فبنيجي منحكي هاي بالنسبة لي هاي العدد الاول 9641 هاي ناقص 8849 بالعشر الاف نيجي نطرح هون طبعا هون رح يصير عندنا عملية الاستلاف هون بتصير بالنسبة لي 3 11 ناقص 9 الجواب 2 3 ناقص 4 ما بتزبط هاي بالنسبة لي 5 تصير عندي 13 ناقص 4 الجواب بالنسبة لي 9 هون ايضا نستلف هون 8 15 ناقص 8 بالنسبة ان الجواب رح يكون 7 8 ناقص 8 هاي سفر وهي الفاصلة العشرية وهيك انا بكون قدرت اطرح هذول العددين فالجواب بالنسبة انه عبارة عن 792 بالعشر الاف وهيك انا قدرنا نستخدم القاعدة الاخيرة في حل هاذ السؤال نيجي هون نحل المسألة رقم 12 بحكينا لامزين هون محصورة بين عددين زي ما حكينا بالحل نستخدم القاعدة اللي بتحكينا هاي لامزين اقل من او تساوي ناقص هاي لامزين اقل من او تساوي العدد الكبير هاي السبعة بالعشرة ناقص لامزين اقل من او تساوي السالب واحد هس ادي اشوف اني القيم اللي بقدر اوجدها مباشرة من الجدول لو اطلعنا عنا هون لامزين اقل من او تساوي عدد هذه من الجدول مباشرة لو جينا ا Relax على الجدول معطينا في الجدول هذه بالنسبة لل7 المئت Vert قيمتها عبارة عن 7580 المئت؟ نكتبها بالنسبة لنا 7580 المئت؟ ناقص لمزان أقل من أو تساوي سالب 1 زي ما حكينا في البداية أي عدد سالب يقلب للإشارة فبالنسبة لنا تصير لمزان كانت عندنا أصغر من أو تساوي تصير أكبر من أو تساوي السالب 1 بالنسبة لنا تصير 1 وهيكا استخدامنا هذه القاعدة و الحلل نجد هذه المسألة نكمل نرى كيف يجب ان يصبح معنا الجواب بالنسبة عندنا لامز اكبر من او تساوي واحد قلنا ما بقدر او جدها من الجدول الجدول فقط لقيمه زين الاصغر من او تساوي العدد كانت عندنا اكبر من او تساوي نرى ماذا ننجد باستخدام القاعدة حكينا هي عبارة عن واحد ناقص لامز زين او أصغر من او تساوي واحد وهيكا انا قدر او تحولها لقيمة اقدر اوجدها من الجدول نيجي نشوفك صارت ان المسألة هي عبارة عن 7580 قيمة 7580 بالعشر الاف ناقص بالنسبة لنا واحد ناقص لامزين اقل من او تساوي واحد واحد ناقص لامزين اقل من او تساوي واحد زي ما حكينا لامزين اقل من او تساوي واحد هاي مباشرة من وجدها من الجدول هاي بالنسبة لنا الجدول وهي عندي هون الواحد بالنسبة لي قيمته بالجدول 8413 بالعشر آلاف انعود هاي القيم اللي طلعت معنا فبصير عنا الجواب هاي ناقص هاي واحد ناقص 8413 بالعشر آلاف هسه هون بظل علينا عملية الجمع والطرح قلنا الواحد صحيح ناقص عدد عشري هون باجي بحط هاي عشرة هاي تسعة 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 الجواب بالنسبة لنا يلا عشرة ناقص ثلاث سبعة تسعة ناقص واحد ثمانية تسعة ناقص أربعة خمسة تسعة ناقص ثمانية هاي واحد فبصير عنا الجواب 7580 بالعشر آلاف ناقص 1587 بالعشر آلاف لو اجينا رتبنا هذول القيم عشان نقدر نترحها باجي بحكي هون نستلف من الثمانية فبتصير عندي سبعة عشرة بالنسبة لي ناقص سبعة الجواب ثلاث هاي الخمستعش عبارة عن أربعة هون بتصير عندي سبعة ناقص ثمانية تسعة أربعة ناقص خمسة ما بتزبط هاي هون ستة أربعة ناقص خمسة بالنسبة لنا الجواب أيضا تسعة تستة ناقص واحد خمسة فالجواب بالنسبة لنا لما يكون عندي لامزين محصورة بين السالب واحد بين محصورة بين السالب واحد والسبعة بالعشرة الجواب بالنسبة لي خمس الاف تسعمية وثلاثة وتسعين بالعشر الاف. وهي كيف نكون نحل هذا الفرع. لو اجينا على فرع ثلاثة عشر بنفس الفكرة وبنفس الطريقة. حكي انا بكون عندي قيمة زين محصورة بين عددين. هاي العدد الصغير والعدد الكبير. بكتب القانون مباشرة. فالحل بكون بالنسبة لي. هي عبارة عن لامزين هاي اقل من او تساوي ناقص. هاي لامزين اقل من او تساوي. قلنا العدد الكبير بالاول هاي واحد فاصل خمسطعش. بعدين العدد الصغير هاي سالب واحد فاصلة بالنسبة انها احداش. هون زي ما حكينا لامزين اقل من او تساوي واحد فاصل خمسطعش من الجدول مباشرة. كيف ننوجدها من الجدول? بداية احنا ما عندنا في الجدول واحد فاصل خمسطعش. فباجي بحكي واحد فاصل واحد. هاي الواحد فاصل واحد. بتبقى علي الخمسة. الخمسة من خانة بالمئة. فمنوجدها. هاي عندي واحد فاصل واحد. بعد أنا بدي يكون جنب الواحد بدي خمس يكون جنبها بعد هاي سفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة فبالنسبة لنا هاي بتكون قيمة الواحد فاصلة خمستعش اللي هي عبارة عن الثمان آلاف وسبعمية وتسعة واربعين بالعشر آلاف فبنيجي بنحكي مباشرة لامزين أقل من أو تساوي واحد فاصلة خمستعش هي عبارة عن ثمان آلاف وسبعمية وتسعة واربعين بالعشر آلاف ناقص لامزين أصغر من أو تساوي سالب واحد فاصلة إحدى عشر بالنسبة اننا قالتنا الاشارة السالبة بتعكسلنا اشارة التباين فتصير عندي لمزين كانت اصغر من او تساوي فصارت اكبر من او تساوي وبلغي الاشارة السالبة فتصير عندي 1.11 هون نكمل الحل هيصار عندي 8749 زي ما هي ناقص قلنا الجدول ما بعطينا قيم زين الاكبر من العدد قلنا فقط الاقل هون لما يكون عندي زين اكبر من او تساوي عدد بكتب مباشرة واحد ناقص لمزين اصغر من او تساوي نفس العدد 1.11 نكمل حالها نشوف شو بطلع معنا هاي بالنسبة لي ناقص 1 ناقص لامزين اقل من او تساوي 1.11 اتبقى علينا بس نوجد من الجدول لامزين اقل من او تساوي 1.11 زي ما حكينا هاي عندي هون ال 1.1 بدي جمها كمان واحد هاي ال 1 منشوف وين القيمة فبالنسبة لنا القيمة بتمثل 8665 بالعشر 1000 فبصير عندنا الجواب هاي 8,749 ناقص 1 ناقص 8,665 بالعشر هون لما نيجي بدنا نطرح حكينا ال 1 ناقص اي عدد 10 هاي هون بحط 10 هاي 9 9 نيجي نطرح نشوف شو بطلع معنا الجواب 10 ناقص 5 5 9 ناقص 6 3 9 ناقص 6 3 9 ناقص 8 1 واحد وهي الفاصل العشرية نزلت مكانها بيظل علينا اطرح هذول العددين من بعض نرتبهم الخانات اي 1 3 3 5 نطرح العددين 9 ناقص 5 4 4 ناقص 3 1 7 ناقص 3 4 4 8 ناقص 1 7 بالعشر فالجواب بالنسبة لنا لما تكون قيمة زين محصورة بين السالب 1.11 والواحد فاصل خمسة عشر بتساوي سبع آلاف واربعمية واربع طعش بالعشر آلاف واحنا هيك منكون نقدرنا نحلها السؤال نيجي على اخر فكرة رقم 14 بنفس الطريقة عندي هون قيمة زين محصورة بين عددين بالنسبة لي عشان نقدر انحلها بدنا نستخدم القانون القانون حكيانا بحكيلي هاي عندي لام الزين اقل من او تساوي ناقص لام الزين اقل من او تساوي قلنا بالبداية بحط العدد الكبير الواحد فاصل خمسة بعدين منحط السالب تسعة بالعشر وبنفس الطريقة لام الزين اقل من او تساوي واحد ونص هاي استخدام مباشر من الجدول باجي بحكي واحد ونص هاي واحد فاصل خمسة 1.5 قيمتها المباشرة هي 9332 بالعشر آلاف فبتصير عندي هي 9332 بالعشر آلاف ماقص لام الزين أقل من أو تساوي سالب 9 بالعشرة حكينا الإشارة السالبة أول ما أشوفها بعكس إشارة التباية فبتصير عندي لام الزين كانت أصغر من أو تساوي صارت أكبر من أو تساوي سالب 9 بالعشرة هي عبارة عن 9 بالعشرة هون بصير عندي 9332 بالعشر آلاف ناقص قلنا إحنا الجدول ما بقدر أوجد قيمة زين أكبر من أو تساوي عدد لازم تكون أصغر لما أحولها من أكبر لأصغر بحط 1 ناقص لام الزين أقل من أو تساوي 9 بالعشرة بالنسبة لنا ظل علينا نوجد قيمة زين اللي أقل من أو تساوي 9 بالعشرة من الجدول مباشرة لو اطلعنا على الجدول بدنا نوجد قيمة زين عند 9 بالعشرة هذه التسعة بالعشرة هذه التسعة بالعشرة بالنسبة لجهزة قيمتها هي عبارة عن 8159 بالعشر آلاف 8159 بالعشر آلاف ظل علينا بس نيجي نحكي واحد ناقص العدد العشر الموجود عندنا وزي ما حكينا هذه عشرة تسعة 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 وبطرح هاي القيم شوف شو بطلع معنا الجواب عشرة ناقص تسعة واحد تسعة ناقص خمسة أربعة تسعة ناقص واحد ثمانية تسعة ناقص ثمانية واحد وهي بالنسبة لنا الفاصل العشرية مكانها ظل علينا آخر خطوة اللي هو إيجاد الجواب النهائي فبالنسبة لي عشان نقدر نوجد الجواب النهائي للمسألة رقم 14 هاي عندي هون تسعة آلاف وثلاثمية واثنين وثلاثين بالعشر آلاف ناقص أنه هون ألف وثمانمية وواحد واربعين بالعشر آلاف يلا اثنين ناقص واحد واحد ثلاث ناقص أربعة ننستلف هاي هون صارت عندي اثنين وهون ثلاثة عشر ثلاثة عشر ناقص أربعة بالنسبة لنا تسعة اثنين ناقص ثمانية أيضا ننستلف هاي هون اتناعش وهون صار عندي ثمانية 12 ناقص 8 4 8 ناقص 1 7 وهي الفاصلة العشرية فالجواب بالنسبة لنا بطلع هو عبارة عن 7491 بالعشر آلاف وهيك احنا قدرنا نوجد باستخدام الجدول مباشرة أو باستخدام القواعد اللي حكينا عنها في بداية درسنا لليوم اللي هي لا مزين أقل من أو تساوي القيمة ألف هاي مباشرة من الجدول لا مزين أكبر من أو تساوي ألف قلنا ما بقدر أوجدها من الجدول مباشرة فهي عبارة عن 1 ناقص لا مزين أقل من أو تساوي ألف قلنا الإشارة السالبة بأول خطوة بتعمليها بتعكس للإشارة كانت أكبر من أو تساوي سالب العدد صارت أقل من أو تساوي رجعنا للجدول مباشرة كانت أقل من أو تساوي وعندي عدد سالب صارت أكبر أو تساوي هون رجعنا للقاعدة الثانية وحكينا عن آخر قاعدة لما تكون زين محصورة بين عدد صغير و عدد بالنسبة الكبير كيف منحلها نيجي نحكي عن الفكرة الثانية الموجودة في درسنا أنه يكون عندي المثال بهاي الصورة لو طلعنا على المثال الموجود عندي هون بحكي لنا إذا كان سين متغيرا عشوائيا يطبع التوزيع الطبيعي الوسط الحسابي 60 هاي عنا سين ضار رمزنا له برمز الوسط الحسابي قيمته 60 بحكي لنا إنحراف معياري قيمته 8 هاي عين بتساوي 8 شو طالب مننا بداية طالب مني أول إشي لامسين أصغر من أو تساوي 76 بداية هون لو أجينا بدنا نوجد له لامسين أصغر من أو تساوي 76 هاي ما بقدر أوجدها من الجدول مباشرة لأنه زي ما إحنا عارفين الجدول بخضع لتوزيع زين اللي هو بالنسبة إنه بيمثل لنا العلامة المعيارية هون بتطر إني أستخدم قانون العلامة المعيارية عشان أقدر أحل هاي المسألة أنا السين هاي عشان أقدر أحولها لزين هاي بكتب هاي زين أقل من أو تساوي هذا العدد اللي هو 76 باجي بحكي ناقص سين بار على عين هيك أنا حولتها من سين لزين وبهاي الطريقة بقدر أستخدم القيمة الموجودة عندي في الجدول مباشرة أنا عشان أحولها من سين لزين بنكتب القانون هاي 76 اللي هو قيمة سين ناقص سين بار على عين اللي حكينا عنه هذا قانون بمثل لنا العلامة المعيارية لأنه الجدول التوزيع الطبيعي المتغير الموجود في العلامة المعيارية وليست سين هون بتصير عنا هاي لام الزين أقل من أو تساوي 76 ناقص بنجي بنحكي سين بار أو المتوسط الحسابي قيمته 60 على عين بالنسبة إنه 8 فصار بالنسبة لي الجواب لام الزين أقل من أو تساوي 76 ناقص 60 عبارة عن 16 على 8 لو كملنا 16 تقسيم 8 بعطين 2 هاي لام الزين أقل من أو تساوي 2 قلنا زين أقل من أو تساوي عدد هاي من الجدول مباشرة من الجدول مباشرة عشان أوجد قيمتها دي أشوف الاثنين بالنسبة لي هاي الجدول لو أجينا عندي الاثنين هاي الاثنين القيم اللي جنبها مباشرة 9772 بالعشر الاف معناته بالنسبة إنه الجواب بطلع 9772 بالعشر الاف وهيك أنا قدرت أوجد له لام الزين أقل من أو تساوي 76 بتحويلنا من سين لزين اللي هي بالنسبة إنه العلامة المعيارية استخدمنا قانون العلامة المعيارية لو أجينا على فرعباء طالب مننا نوجد له لام الزين أكبر من أو تساوي 48 زي ما حكينا هون لازم يكون بالنسبة إنه المتغير زين عشان أنا أقدر أحولها لزين نيجي بنكتب القانون هاي أكبر من أو تساوي 48 بتنزل زي ما هي ناقص سين بار على عين هذا بالنسبة إنه القانون اللي أنا بقدر أحول من خلاله من سين لزين عشان نقدر نستخدم جدول التوزيع الطبيعي فالجواب بالنسبة إنه هاي لام الزين أكبر من أو تساوي 48 ناقص سين بار اللي هو المتوسط الحسابي على عين اللي هو الانحراف المعياري اللي قيمته بالنسبة إنه 8 ويساوي لام الزين أكبر من أو تساوي 48 ناقص ستين بالنسبة إنه سالب 12 على 8 بداية إحنا قبل ما نخوض في السالب بدنا نحاول انبسط الـ 12 على 8 لو بتصير عنا المسألة لام الزين أكبر من أو تساوي 12 تقسيم 8 هاي بقدر أختصرها على 4 بتبقى 3 للثمانية بقدر أختصرها على 4 بتبقى 2 فصارت عندي أكبر من أو تساوي سالب 3 على 2 هون عشان نكمل الحل قلنا العدد السالب بقلب لي إشارة المتباين فبصير بالنسبة للجواب لام الزين أقل من أو تساوي الثلاثة على 2 كنا بنعرف إنه عبارة عن الواحد ونص هسا الواحد ونص هون بقدر أوجدها من الجدول لو أجينا اطلعنا على الجدول هاي الواحد ونص استخدمناها في الفكرة قبل ما هيك في السؤال الأول اللي هي قيمتها 9332 بالعشر آلاف وهيك إحنا قدرنا نحل هاي المسألة نيجي على السؤال الثاني بحكي إنه إذا كان السين متغير عشوائي يتبع التوزيع الطبيعي اللي متوسطه الحسابي 80 بالنسبة إنه سين بار قيمته 80 انحراف معياري 5 هاي عين بتساوي 5 دائما لما يطلب مننا احتمال ويكون عندي السين مش زيان على طول بدنا نستخدم القانون العلامة المعيارية فبالنسبة لي لام السين أقل من أو تساوي 76 مباشرة السين حكيانا بنحولها لزين فبتصير عندي زين أقل من أو تساوي 76 زي ما هي العدد اللي بيكون معطينا إياه ناقص بالنسبة إنه سين بار اللي هي 80 على عين اللي هي قيمته 5 فصار عنا لام الزين أقل من أو تساوي 76 ناقص 80 هي سالب 4 على 5 أول إشي بدنا نعمله إنه نعرف قديش قيمة الأربعة على خمسة كعدد عشري لو أجينا قسمنا الأربعة على خمسة عشان نعرف قديش قيمتها بالنسبة لي هاي الأربعة تقسيم خمسة إحنا بنعرف الأربعة لو بدأ قسمها على الخمسة سفر ما إلها جواب بنحط فاصل عشرية وبنزل للأربعة سفر فصارت عندي أربعين تقسيم خمسة ثمانية معناته بالنسبة إنه الأربعة على خمسة ككسر قيمتها بتساوي ثمانية بالعشرة كعدد عشري وهيك إحنا بنقدر نوجد قيمة الثمانية بالعشرة باستخدام الجدول فصارت عنا بدل الأربعة على خمسة بتصير عندي لامزين أقل من أو تساوي سالب ثمانية بالعشرة هون بتبقى علينا بس نعرف إنه الإشارة السالبة حكيانا بتغير لي إشارة التباين فبتصير عندي لامزين أكبر من أو تساوي ثمانية بالعشرة لكن في الجدول حكيانا لازم تكون زين أصغر من أو تساوي ألف هون مباشرة باجي بحكي عبارة عن واحد ناقص لامزين أقل من أو تساوي ثمانية بالعشرة منيجي على الجدوى لمنوجد قيمة زين أصغر من 8 بالعشرة بالنسبة للـ 8 بالعشرة بالجدوى هذه الثمانية بالعشرة قيمتها عبارة عن 7881 بالعشرة آلاف بالعشرة آلاف بتبقى علينا بس طرح عادي قلنا 1 ناقص عدد عشري برتبها كالآتي هذه عشرة 9 9 9 الجواب بالنسبة لنا بطلع 10 ناقص 1 9 9 ناقص 8 هي عبارة عن 1 9 ناقص 8 1 9 ناقص 7 2 وهيك احنا قدرنا انحل هاي المسألة ونوجد قيمة الاحتمال لو اجينا على فرع بامعطينا لام السين اكبر من او تساوي 88 بالنسبة لنا حكينا ما بدي اياها سين بدي اياها زين لانه الاحتمال عندنا هون التوزيع الاحتمالي المتغير العشوائي اللي بالنسبة لنا العلامة المعيارية فبتصير عندي لام السين هاي زين اكبر من او تساوي 88 ناقص المتوسط الحساب عندي 80 على 5 فبتصير عننا لام الزين اكبر من او تساوي 88 ناقص 80 هاي ثمانية على خمسة قلنا احنا جدول التوزيع الطبيعي ما باخذ لقيمة كسر هون بدي اقسمها واشوفها كعدد عشري بالنسبة لنا ثمانية تقسم خمسة يلا نجي نحكي الثمانية ده اقسمها على خمسة فيها واحد وهي الخمسة يلا ثمانية ناقص خمسة بالنسبة لنا الجواب ثلاث ثلاث تقسم خمسة ما بتزبط بحط فاصله بنزل سفر صارت ثلاثين تقسم خمسة كنا منعرف انه الجواب ستة ستة ضرب خمسة هاي ثلاثين الباقي اصفار معناته بالنسبة انه الثمانية على خمسة هي عبارة عن الواحد فاصل ستة بالعشرة فصارت عندي المسألة لامزين اكبر من او تساوي واحد فاصل ستة بالعشرة قلنا احنا الجدول عشان اقدر استخدمه لازم تكون اقل من او تساوي كانت اكبر او تساوي باجي بحكي واحد ناقص لامزين اقل من او تساوي واحد فاصل ستة بالعشرة بالنسبة ان ال 1.6 بالعشرة قيمتها من جدول التوزيع الطبيعي هاي عندي ال 1.6 قيمتها تسع ألاف واربعمية واثنين وخمسين بالعشر آلاف فصارت عندنا الجواب واحد ناقص 9 تسع آلاف ال 1.6 تسع ألاف واربعمية واثنين وخمسين بالعشر آلاف هون بدنا نيجي نطرح هاي هون بحط العشرة هاي تسع تسع وهي تسع ونطرح طرح عادي فالجواب بالنسبة لنا 10 ناقص 2 8 9 ناقص 5 4 9 ناقص 4 5 9 ناقص 9 0 وهي الفاصل العشرية وهيك انا بكوني قدرت اوجدت له لامسين اكبر من او تساوي 8 و 8 نيجي على سؤال رقم 3 بحكينا اذا كانت اوزان الاطفال المسجلين عند الولادة تتبع توزيعا طبيعيا الوسط الحسابي 3.2 كيلو جرام طبعا بالنسبة لنا الوسط الحسابي هو عبارة عن سين بار بساوي 3.2 بقلنا انحراف معياري مقداره 4 بالعشرة كيلو جرام معناته عين بالنسبة لنا 4 بالعشرة بحكينا اختير احد الاطفال عشوائيا عند الولادة ما احتمال ان يكون وزنه على الاقل 4 كيلو جرام بده احتمال يكون وزن الطفل على الاقل 4 كيلو جرام كلمة على الاقل معناها اكبر من او تساوي اقل اشي ديكون اربعة بده يكون اكثر بالنسبة لي من اربعة فبعجي بحكي لام السين اكبر من او تساوي اربعة وزي ما حكينا التوزيع الطبيعي عشان نوجد قيمته لازم احول من سين لزين فبتصير بالنسبة لي هاي لام مكان سين منحط زين اكبر من تساوي اربعة ناقص سين بار على عين اللي هو قانون العلامة المعيارية فبتصير عندنا لام السين اكبر من او تساوي اربعة ناقص ثلاثة فاصل اثنين اللي هي قيمة السين بار المتوسط الحسابي انحراف المعياري اللي هو عين قيمته بالنسبة لي اربعة بالعشرة نيجي نشوف كيف ده تطلع معنا القيمة صارت عندي لام الزين اكبر من او تساوي اربعة ناقص ثلاثة فاصل اثنين بالنسبة لي ثمانية بالعشرة على اربعة بالعشرة هون انا بقدر اختصر فاصلة مع فاصلة لانه موقعها من نفس الاشي خلف العدد الفاصلة بقدر اختصر فاصلة مع فاصلة فبتصير عندي لام الزين اكبر من او تساوي ثمانية على اربعة كنا بنعرف انه ثمانية على اربعة هي عبارة عن الاثنين تبقى علينا إيجاد القيمة من الجدول حولناها من سين لزين صارت عندي لامس زين أكبر من أو تساوي 2 قلنا الجدول فقط بعطينا للقيم الأقل من زين زين أصغر من أو تساوي ألف لازم تكون هون بكتبها على صورة واحد ناقص لامس زين أقل من أو تساوي 2 هسه باجي بحكي لامس زين أقل من أو تساوي 2 هون بدي أوجدها من الجدول باجي بحكي قيمة زين هون بالنسبة إلي ألف قيمتها 2 اللي هيها 9772 بالعشر آلاف فبتصير عندي واحد ناقص 9772 بالعشر آلاف هسه هون قلنا واحد ناقص عدد عشر برتب لعداد كالآتي هاي عشرة تسعة 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 ومنطرح عشرة ناقص اثنين بالنسبة إلينا ثمانية تسعة ناقص سبعة اثنين تسعة ناقص سبعة أيضا اثنين تسعة ناقص تسعة سفر وهي الفاصلة العشرية مكانها وهيك إحنا منكون حلنا هاي المسألة نعيد باختصار حلنا لهاي المسألة بحكينا إذا كانت أوزان الأطفال المسجلين عند الولادة تتبع توزيع طبيعي معطيني وسط حسابي سين بار قيمته 3.2 معطينا انحراف معياري قيمته 4 بالعشرة قلنا الانحراف المعياري بالنسبة إليه عبارة عن عين اختير أحد الأطفال عشوائيا عند الولادة ما احتمال أن يكون وزنه على الأقل قلنا على الأقل بدي أحط مقابلها أكبر من أو يساوي وزنه على الأقل 4 كيلو جرام فصارت بالنسبة لي لام السين أكبر من أو تساوي 4 وحولنا من سين لزين وعجدنا القيمة زي ما شفنا بالخطوات الموجودة لنا لو أجينا على مثال رقم 4 بحكي لنا تتخذ أعمار 2000 شخص شكل التوزيع الطبيعي بوسط حسابي 52 سنة بداية هاي عندي سين بار بساوي 52 بحكي لنا انحراف معياري 10 هاي عيان قيمتها بالنسبة إليه عشرة إذا اختير أحد الأشخاص عشوائيا فما احتمال أن يكون ممن تتراوح أعمارهم بين 46 وال58 معناته أنا بدي أختاري الشخص إيش احتمال يكون عمره بتوسط العمرين بين 46 وبين 58 هذا هو اللي أنا بدي أوجد له الاحتمال قلنا لما تكون هون عندي سين محصورة بين قيمتين على طول بحولها لزين بالنسبة إلينا لازم تكون زين مش سين هاي أكبر من أو تساوي أقل من أو تساوي هون باجي بحكي 46 ناقص سين بار على عين وهون 58 ناقص سين بار على عين كتبنا قانون التحويل من سين لزين عشان يكون بدلالة العلامة المعيارية صارت عندي لام هاي الستة وأربعين ناقص سين بار للمتوسط الحسابي كان 52 عين بالنسبة إلينا 10 أقل من أو تساوي زين أقل من أو تساوي هاي هون عندي 58 ناقص سين بار بالنسبة إلي 52 على عين اللي هي 10 فحولناها المسألة من سين لزين عشان نقدر نوجدها من الجدول فصار عنا السؤال لام هاي عندي هون 46 ناقص 52 46 ناقص 52 قيمتها عبارة عن السالب 6 على 10 أقل من أو تساوي زين أقل من أو تساوي 58 ماقص 52 هي عبارة عن 6 على 10 وهاي بقدر أكتبها على صورة لام السالب 6 بال 10 أصغر من زين أصغر من أو تساوي زين أقل من أو تساوي 6 بال 10 بتبقى علينا بس انحل هاي هاي لو اجينا شفنا كيف بدنا نحلها عشان نوجد القيم من الجدول بالنسبة إلي هاي عنا هون لام الزين أكبر من أو تساوي سالب 6 بال 10 أقل من أو تساوي 6 بال 10 حكينا لما يكون عندي زين محصورة بين قيمتين بدي أستخدم القاعدة القاعدة بتقولي هاي لام الزين أقل من أو تساوي ناقص لام الزين أقل من أو تساوي تقولنا بالأول بحط القيمة الكبيرة 6 بال 10 وهون منحط القيمة الصغيرة هاي السالب 6 بال 10 لام الزين أقل من أو تساوي 6 بال 10 سوف يوجدها مباشرة من الجدول بالنسبة لأن زين كانت قيمته 6 بال 10 قيمته تساوي 7257 بال 10 ناقص لامس زين أقل من أو تساوي سالب 6 بال 10 هذا لكي نوجدها الإشارة السالبة تقلب لإشارة التباين فتصبح لامس زين أكبر من أو تساوي 6 بال 10 وكما نعرف الجدول لكي نستطيع أن نأخذ منه القيمة لازم تكون لامس زين أقل من أو تساوي العدد هون ما أعطيني أكبر من أو تساوي حكي أنا منيجي منحكي 1 ناقص هاي 1 ناقص لامس زين أقل من أو تساوي 6 بال 10 طبعا لامس زين أصغر من أو تساوي 6 بال 10 طلعناها من الجدول اللي هي نفس القيمة رح تكون بالنسبة لي هاي 1 ناقص 7257 بال 10 ألاف بتبقى علينا نطرحها هاي هون باجي بحكي هاي 10 تسعة 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 الجواب بالنسبة إنا رح يكون هو عبارة عن 10 ناقص 7 هاي 3 9 ناقص 5 أربعة 9 ناقص 2 سبعة 9 ناقص 7 أثنين بتبقى علينا أطرح هذول القيمتين هاي هون منرتبهم نرتب الخانات هاي الفاصلة العشرية ونطرح 7 ناقص 3 بالنسبة إنا أربعة 5 ناقص أربعة واحد 2 ناقص 7 ما بتزبط هاي صارت 12 وهون صارت 6 12 ناقص 7 بالنسبة إنا خمسة 6 ناقص 2 هاي أربعة فصار عندنا الجواب 4514 بال 10 هاذ الجواب بمثلنا احتمال أن يكون الشخص ممن تتراوح أعمارهم بين الستة وأربعين سنة والثمانية وخمسين سنة وبهاي الطريقة بنكون قدرنا نحل هاذ السؤال نأتي على مسألة رقم 5 بحكي لنا تقدم 15 ألف طالب لامتحان ما وكانت نتائجهم تتخذ شكل التوزيع الطبيعي معطيني الوسط الحسابي للعلامات اللي هو هاي سين بار بالنسبة إنا 65 معطيني انحراف معياري قيمته 5 بحكي لعلامة النجاح 60 طبعا جد عدد الطلبة الناجحين في الامتحان بداية اول ايش انا بدي اوجد الاحتمال معناته بدي اجي احكي لامسين هاي هون بحكي على علامة النجاح ستين طبعشان الطالب يكون جايب ستين معناته على الاقل بتawsze تكون علامته ستين فلامسين اكبر من او تساوي ستين لان انا بدي اوجد احتمال الطلبه الناجحين قام بتسبيل ضرب اهد automatMonii formations طالب طالبا 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 الطالبا الامتحان ماتنا العامة النجاح ستين بجد عدد الطلب الناجحين في الاحتمال حكينا عدد الطلب الناجحين بساوي لي احتمال هذول الطلبة ضرب عدد الطلب الكلي اللي هو الخمسة عشر الف بالنسبة لنا عشان اوجد احتمال الطلب الناجحين لازم اجي احكي لامسين اكبر من او تساوي ستين لاش حطيناها اكبر من او تساوي ستين لانه علامة النجاح ستين فبالنسبة لنا الطلب الطالب الناجح على الاقل علامته بدها تكون بالنسبة لنا ستين هاي عشان نقدر انخلها زي ما حكينا الاحتمال بدي احولها بدلالة زين تعليم بأنها ،عشانكي binnen الى 6 ناقص 8 ناقص 9 ناقص 10 بار واحد لatem 250n على عين y Jaw 6 ناقص 10 بار على عين e سالة 5 ث Lol ل mari i set meinem lab accomplished نوجدها من الجدول لازم تكون القيمة موجبة حكينا بالنسبة لنا الإشارة السالبة بس بتقلب لي إشارة التباين فبصير عندي لامزين أصغر من أو تساوي الواحد يلا هذا هو بالنسبة لنا احتمال الطلبة الناجحين فباجي بحكي لامزين أقل من أو تساوي واحد عشان نقدر نوجد الاحتمال بدنا نوجده من الجدول هاي بالنسبة لنا الجدول هاي عندنا الواحد احتمال الواحد 8,413 بالعشر تالاف فهي بالنسبة لنا بتساوي 8,413 هذا بالنسبة لنا احنا هيك اوجدنا الاحتمال بتبقى علينا بس عشان نحل نوجد له عدد الطلبة الناجحين زي ما حكينا هو عبارة عن احتمال الناجحين ضرب عدد الطلبة الاحتمال اوجدنا هاي 0.8413 بالعشر أهلاف ضرب عدد الطلبة اللي تقدم للامتحان خمسة عشر ألف بالنسبة لنا خمسة عشر ألف هس هون عشان نقدر نضرب هذول العددين في بعض بداية عندي هون ثلاث أصفار معناته بدي أحرك الفاصل العشرية ثلاث خانات هاي بالنسبة لنا خانة هاي خانتين هاي ثلاث خانات فصار عنا العدد عبارة عن 841.3 ضرب خمستاش بتبقى علي اضرب هذول العددين في بعض اللي هو بيمثلي عدد الطلبة الناجحين نشوف مع بعض كيف منا نضرب هذول القيمتين باجي باكتب العدد الأول بدون فواصل هاي ثمانية أربعة واحد وهاي ثلاث ضرب خمستاش بداية باجي بحكي خمسة ضرب ثلاث هاي خمستاش خمسة ضرب واحد خمسة وعندي واحد صارت ستة خمسة ضرب أربعة عشرين هاي سفر وهاي ثنين خمسة ضرب ثمانية أربعين واثنين بالنسبة لنا اثنين واربعين هون بنيجي بنحكي واحد ضرب ثلاث بس هون نخلي سفر اللي هو خانة المئات هاي واحد ضرب ثلاث ثلاث واحد ضرب واحد واحد وواحد ضرب أربعة بالنسبة لنا أربعة وواحد ضرب ثمانية ثمانية أجمع هذه القيمتين 5 زائد 0 خمسة 6 زائد ثلاث تسعة 0 زائد واحد واحد 2 زائد أربعة بالنسبة لنا 6 4 زائد ثمانية إطناش نجي بنحكي عندي فاصلة عشرية بعديها قيمة واحدة هاي باجي بحط فاصلة عشرية بعد قيمة واحدة فعدد الطلب الناجحين بالنسبة لنا هم عبارة عن 1261 126195 هذا يمثلي عدد الطلبة الناجحين في الامتحان لكن نحن هنا النص ونحن نتحدث عن عدد الطلبة فأجي بحكي تقريبا بزيدهم واحد اللي هم 12620 طالب هاي النص نيجي بنقربها فتصير عنا هون 20 يا بترك الجواب النهائي 126195 اللي هو تقريبا 12620 طالب نجح في الامتحان من أصل الـ 15000 طالب وبهاي الطريقة احنا قدرنا نحل هاي المسألة لو اجينا على سؤال رقم 6 معطينا اذا كان متوسط كتل 1000 طالب في احدى مدارس عمان هو 55 كيلو جرام معطينا الانحراف المعياري 2 معطينا الكتل تتوزع توزيعا طبيعيا اذا اختير احد الطلاب عشوائيا فاجد احتمال ان لا تزيد كتلة الطالب على 52 ان لا تزيد معناها اقل من او تساوي 52 فباجي بحكي الف هاي لام السين اقل من او تساوي 52 معطينا في السؤال المتوسط الحسابي بقولنا متوسط الكتل 55 كيلو جرام معناته بالنسبة لي سين بار عبارة عن 55 معطينا انحراف معياري قيمة 2 هاي عين بتساوي 2 فباجي بحكي لام السين اصغر من او تساوي 52 احنا بدنا اياها تكون زين مكان السين هاي بحط زين اصغر من او تساوي 52 ناقص سين بار على على عين بالنسبة لنا فالجواب رح يطلع معي هاي لام السين اكبر اقل من او تساوي 52 ناقص المتوسط الحسابي اللي هو بالنسبة لنا 55 على عين اللي هي قيمتها 2 فبتصير عندي لام السين اصغر من او تساوي 52 ناقص 55 هاي سالب 3 على 2 حكينا الثلاث على اثنين الثلاث دا قسمهم على اثنين الجواب واحد ونص هاي لام السين اصغر من او تساوي سالب واحد ونص حكينا جدول التوزيع الطبيعي ما بعطينا قيم سالبة فبالنسبة لام السين اقل من او تساوي سالب واحد ونص هاي انا بقلب اشارة التباين عشان اخلص من السالب فبتصير بالنسبة لام السين اكبر من او تساوي واحد ونص حكينا زين اكبر من او تساوي عدد ما بوجدها من الجدول فبستخدم القانون واحد ناقص لام السين اقل من او تساوي واحد ونص هاي بقدر اوجدها مباشرة من الجدول فباجي بحكي لام السين اقل من او تساوي واحد ونص هاي عنا الواحد ونص قيمتها من الجدول 9332 بالعشر تألف هاي واحد ناقص 9332 بالعشر تألف هون زين ما حكينا واحد ناقص اي عدد عشري حيثları نص ل فهذا بالنسبة لنا يمثل لنا احتمال انه تكون على الاقل او ان لا تزيد كتلة الطالب على 52 كيلو جرام نجعل المطلوب فرعباء معطينا فرعباء احتمال ان تكون كتلة الطالب محصورة بين 50 و 60 كيلو جرام فباجي بحكي بفرعباء معناته بقول لي لامسين تكون محصورة بين 50 و 60 قلنا بداية انا بدي احول من سين لزين هاي عندي زين اكبر من او تساوي هاي 50 ناقص سين بار على عين كتبنا قانون العلامة المعيارية قال من او تساوي 60 ناقص سين بار على عين قلنا بنعرف انه سين بار اللي هو المتوسط الحسابي 55 و انحراف المعيارة بالنسبة انه قيمته اثنين فبصير عندنا الجواب 50 ناقص 52 على 2 اقل من او تساوي زين اقل من او تساوي 60 ناقص 52 على 2 فبنجي بنحكي 50 ناقص 52 سالب 2 على 2 اقل من او تساوي زين اقل من او تساوي 60 ناقص 52 ثمانية على 2 بالنسبة انه اربعة المتوسط الحسابي 55 هون 5 و 50 مش 52 فبصير عندنا سالب 5 على 2 و 5 على 2 فبتصير بالنسبة لي لم الخمسة على 2 اللي هي عبارة عن 2 ونص وهي السالب زين اقل من او تساوي 5 على 2 ايضا 2 ونص بتبقى علينا بس نستخدم القاعدة لما تكون عندي زين محصورة بين قيمتين حكينا بكتب لام الزين اقل من او تساوي هاي ناقص لام الزين اقل من او تساوي هون نكتب القيم الاكبر اللي هي 2 ونص وهون القيم الاصغر اللي هي سالب 2 ونص لام الزين اصغر من او تساوي 2 ونص من الجدول مباشرة من الجدول الاثنين ونص قيمته 9938 بالعشر تالاف هاي صار عندي 9938 بالعشر الاف ناقص لام الزين قلنا الاشارة السالبة بتقلب لي اشارة التباين فصارت اكبر من او تساوي 2 ونص طيب هاي ما بقدر اوجدها مباشرة من الجدول فبتصير عندي 9938 بالعشر تالاف ناقص هاي واحد ناقص لام الزين اصغر من او تساوي 2 ونص وطبعا احنا طلعنا احتمال تكون اقل من او تساوي 2 ونص هاي هون بصير عندنا الجواب بالنسبة لنا هاي 9938 بالعشر تالاف ناقص واحد ناقص لام الزين اقل من او تساوي 2 ونص هو نفس الاحتمال 9938 بالعشر تالة حكينا لما اجي احكي واحد ناقص اي عدد عشري هاي بالنسبة لعشرة تسعة 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 فالجواب هو عبارة عن هاي هون عندي 9938 ناقص عشرة ناقص ثمانية اثنين تسعة ناقص ثلاثة ستة تسعة ناقص تسعة سفر تسعة ناقص تسعة ايضا سفر منرتب هذول الخانتين عشان نوجد الناتج هاي تسعة تسعة ثمانية ثلاث هاي هون اثنين ستة سفر 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 رتبناهم ونجي نطرح ثمانية ناقص اثنين بالنسبة لنا ستة ثلاث ناقص ستة بدنا نستلف صارت عندي ثلاثة ناقص ستة سبعة هون صارت ثمانية ناقص سفر ثمانية تسعة ناقص سفر تسعة وهذا بالنسبة لنا احتمال ان يكون كتلة الطالب محصورة بين الخمسين والستة نجي على المطلوب في رجيم بحكينا جد عدد الطلاب فرع جيم عدد الطلاب الذي يزيد كتلتهم على ستة وخمسين كالو جرام يزيد كتلتهم على ستة وخمسين كالو جرام يعني اكثر من ستة وخمسين كالو جرام هون مش طالب مننا احتمال الطلاب اللي بتزيد كتلتهم على ستة وخمسين كالو جرام هون طالب عدد الطلاب قلنا عدد الطلاب زي مسألة رقم خمسة الاختمال ضرب العدد الكل فأنت أتحدث بفرع جيم أريد عدد الطلاب الذي تزيد كتلتهم عن 56 كيلو جرام هنا أتحدث لامسين أريد أن تزيد كتلتهم عن 56 يعني أكبر منه تساوي 56 هنا من سين أريد أن أحولها لزين هذا للنسبة ل أن تزيد أن أكون في الحل لامسين أكبر منه تساوي 56 ناقص مواحد مواحد لامسين أكبر من بشكل تساوي ي zodiac وقال لامزين أكبر من أو تساوي نص 1 على 2 قلنا أيضا للجدول هو التوزيع الطبيعي لا أعطينا لقيمة زين أكبر من أو تساوي عدد لكي أكتبها من الجدول سأكتبها على صورة 1 ناقص لامزين أصغر من أو تساوي نص لامزين أصغر من أو تساوي نص مباشرة من الجدول هذه الخمسة بالعشرة أو النص هي عبارة عن ستة ألاف وتسعمائة وخمستعش بالعشرة آلاف وهي واحد ناقص 6915 بالعشر تالاف قلنا الواحد صحيح ناقص أي عدد عشري هاي هون باجي بحكي هاي عشرة تسعة 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 ومنطرح ويطلع معنا الناتج عشرة ناقص خمسة خمسة تسعة ناقص واحد ثمانية تسعة ناقص تسعة سفر تسعة ناقص ستة هاي ثلاث وهاي بالنسبة لنا الفاصلة العشرية وهذا بالنسبة له احتمال السين أكبر من أو تساوي ستة وخمسين تمام هس أنا هون بدي أوجد عدد الطلاب عدد الطلاب باجي بحكي احتمال الاحتمال اللي طلعناه ضرب عدد الطلاب الكل بداية الاحتمال اللي طلعناه عبارة عن ثلاث ألاف وخمسة وثمانين بالعشر تالاف ضرب بقول لي احنا عنا متوسط كتل ألف طالب معناته عدد الطلاب الكل هو عبارة عن ألف هاي ألف قلنا هون عندي ثلاث أصفار بحرك الفاصل ثلاث منازل هاي منزلة منزلتان وهاي المنزل الثالثة وبوقف وهيك اختصرت الأصفار فبتصير بالنسبة له ثلاثمية وثمان طلاب ونص يعني تقريبا ثلاثمية وتسعة فبالنسبة لنا عدد الطلاب الذي يزيد كتلتهم على ستة وخمسين كالوجرام عددهم ثلاثمية وتسعة طالب ويحنا هيك منكون حلينا هاي المسألة بتبقى علينا بس فقط من الدرس اللي هو سؤال رقم سبعة متمنى يتحلوه ويكون واجب بالنسبة لكم ويعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة